بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم أحبابي طلب التطالبات الثانوية مع درس الكيمياء في تحصيلي 2020 مع الكيميا العامة أو قسم الكيميا العامة أول سؤال عندنا بيقول لي من خواص المخلوط قلنا أول خاصية من خواص المخلوط إن لا تفقد مكوناته خواصها سؤال بعده بيقول لي أي التالي من خصائص المخلوط المتجانسة إحنا عندنا عرفنا أن المخلوط بتنقسم إلى نوعين مخلوط متجانسة ومخلوط غير متجانسة من خصائص المخلوط المتجانس قالناه لا يمكن التمييز بين مكوناتها طيب من أمثلة المخلوط المتجانسة تعالوا نشوف المخلوط أجاب لأربع مخلوط نشوف كل مخلوط من دهماً عبارة عن إيه فعندي المكسرات مخلوط المكسرات ده غير متجانس الصلطة غير متجانس مجموعة من الفواكه غير متجانس يبقى إذن المتجانس هو ملح الطعام المزاف في الماء يبقى أنا لما بجيب ملح وبدأهوبه في مياه فعلاً مقدرش أميز الملح منين من الماء السؤال اللي بعده بيقول لي تسمع صوتاً قوياً عند فتح علبة مشروبات غازية نتيجة تصاعد غاز نتيجة تصاعد غاز ايه؟ نتيجة تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون يبقى يحصل لها تأين ولا ترابط ولا زوبان ولا ترسب يبقى بتمنع حدوث عملية الترسب تمنع حدوث عملية الترسب سؤال اللي بعده لما جافص المكونات مخلوط غير متجانس عندي أكثر من طريقة طريقة نشوف مثلا لو أنا عندي مادتين واحدة صلبة واحدة سائلة بعمل إيه؟ يبقى أنا بعمل عملية الترشيح يبقى باستخدم عملية الترشيح طيب أنا لو بفصل مخلوط ملح ورمل عندي ملح ورمل أفصلهم عن طريق إيه؟ أفصلهم برضو عن طريق إيه؟ عن طريق الترشيح طيب طريقة فصل مكونات ألم حبر عن المية لو فيه ألم حبر تمام الحبر يعني مكونات الألم الحبر اللي هو الحبر اللي في الألم عن المية بعملوا بعملهم إيه؟ بعملوا حاجة اسمها اللي هي الكروماتو جرافيا اللي ببقى سائلين تمام مع بعض أفصلهم عن طريقzub troisième عن طريق الكروماتوغرافيا. يبقى الحبر مثلا كمادة الحرب مع المية يبقى عن طريق الكروماتوغرافيا. واللي يتم فيه عملية تشديد الضوء. عملية تشديد الضوء يتم فيماً? يتم في المخلوط المتجنس؟ او في الحركة البراونية اوة في الدوبانية. يبقى لا يبقى انت عندي تشديد الضوء ده هو انه هو ده تعريف تأثير تندال تأثير تندال يبقى تأثير التندال بيعمل ليه تأثير تندال بيعمل ليه هل هو بيحلل الضوء هل هو بيعمل حركة عشوائية هل حركة عنيفة ولا بيعمل عملية تشديد للضوء يبقى بيعمل عملية تشديد للضوء بعد كده بقول لي يستخدم كدليل لتحديد كمية المذاب يبقى يستخدم كدليل لتحديد كمية المذاب يبقى تأثير تندالي. أنا عندي ثلاث أسئلة أهم خاصين بتأثير تندالي. التعريفه استخدامه تمام؟ هو بيعمل إيه؟ يبقى تعريفه تشديطه الضوء في فعله بسايمات المزاب تأثيره أنه بيعمل عملية تشديط للضوء وبيستخدمه فين؟ بيستخدمه في حدد كمية المزاب إذا إبقى في المزاب. شوفي السؤال اللي بعده. بيقول أي التالي يعد محلول من هو المحلول؟ هل المخلوط المتجانس هو المحلول ولا المخلوط غير المتجانس؟ طب المخلوط غير المتجانس ده قلنا بينقسم لنوعين بينقسم إلى معلق وبينقسم إلى غروي تمام؟ يبقى المخلوط المتجانس هو اللي بنطلق عليه كلمة محلول. هو اللي بنطلق عليه لفظ محلول طب. بعد كده بيقول يعد الهواء الجوي من أنواع المحاليل يعد الهواء الجوي من انواع المحليل الايه? هل هو المحليل سائل في سائل? ولا آآ غاز في غاز? ولا سائل في غاز? ولا صالب في غاز? هو الهواء الجوي عبارة عن ايه? الهواء الجوي عبارة عن اكسجين ونيتروجين وثاني اكسجين الكربون وهكذا. يبقى اه يبقى عبارة وقت كلها غازات يبقى عبارة عن تشوف كده عبارة اهه لسه احنا فوق في المحلول. يبقى المحلول عبارة عن هو المخلوط المتجانس. لكن الهواء الجوي عبارة عن ايه? يبقى عبارة عن غاز في غاز. يبقى غاز في غاز. طيب نشوف اضافة غاز النشادر للماء للماء يعد. يبقى انا غاز اهوان في سائل. غاز في سائل. يبقى عبارة عن غاز في ايه? غاز في سائل. السؤال اللي بعده بيقول لي مقياس يعبر عن كمية المزاب الذائبة في كمية محددة من المزيب. ايه هو المقياس اللي بنعبر فيه? عن كمية المزاب الذائبة في كمية محددة من المزيب? دا عبارة عن ايه? دا عبارة عن تركيز المحلول. بعد كده بقول لي النسبة المقاوية بالكتلة لمحلول يحتوي خمسة جرام من مادة مذابة في خمسين جرام من الماء. لو عندي خمسة جرام من مادة مذابة في خمسين جرام من المية احنا بنعمل ايه? بنعمل ان احنا نشوف كده يبقى هنقسم الخمسة على مجموع الاتنين مع بعض. خمسة زائد خمسين. يبقى خمسة على خمسة وخمسين هتطلع عندي تسعة في المية. وهنشوف دلوقتي حلها تاني بعد شوية. بقول للنسبة المقاوية بالحجم المحلول يحتوي. ميتين ميلي. انا همى حاجة عندي هنا ميتين ميلي وهنا واحد لتري. لازم نواحد نواحد الوحدات اللي عندي فهنخليها اما خلي ديان الف. يبقى هقسم الف ميتين على الف ومتين مجموهما بعض. او هقسم اتنين على واحد واثنين من عشرة. يبقى هتطلع عندي اللي هي ستة وستين من مية. نشوف كده حل المسألتين دولة التانية قدامنا هما. يبقى النسبة المقاوية بالكتلة يبقى خمسة. خمسة. اهي على خمسين زائد خمسة مضروبة في مية. يبقى هتطلع تسعة في الايه? تسعة في المية. دي بيسمها النسبة المقاوية بالكتلة. بعد كده عند النسبة المقاوية بالحجم. يبقى نقول اول متين على الف ومتين برضو مضروبين في المية. يبقى اطلع لستة وستة وستين من مية. السؤال اللي بعده بقول لي عدد مولات المذاب الزائبة في لتر من المحلول. عدد مولات المذاب الزائبة في لتر من المحلول ده تعريف مين? ده تعريف المولارية. يبقى تعريف المولارية. يعدد مولات المذاب الزائبة في لتر من المحلول. عندي المسألة رقم عشرين بقول لي محلول حجمه 100 ملي وعدد مولات المذاب فيه 2 مول كم تبلغ مولارية هذا المحلول او مبدئيا لازم احول الميت ملي دايا الى لتر يبقى يبقى واحد من عشرة لتر يبقى هقسم اتنين على واحد من عشرة يبقى نشوف الاجابة هتطلع عندي عشرين وهنشوفها برضه بعد شوية مولات المذاب في خمسة في نص لتر من محلول تركيزه اتنين واربعة من عشرة وهنا بقى عايز عدد المولات يبقى عدد المولات هضرب نص في اتنين واربعة من عشرة زي ما هنشوف دلوقتي يبقى المولارية المولارية بتساوي ايه بتساوي عدد مولات المذاب على حجم المحلول باللتر يبقى هتساوي واحد من عشرة على اتنين تمام واحد من عشرة او الاتنين على واحد من عشرة تمام يبقى هتساوي عشرين ايه عشرين آآ مولار بعد كده المسألات تانية عايز عدد المولات عاد هضرب الحجم في المولارية يبقى هيديني اتناشر ايه? اتناشر مول. يعطيني اتناشر مول. السؤال اللي بعده بقول لي ماه حجم المحلول القياسي? اتنين مولر من يديد البوتاسيوم اللازم ليتحضير محلول مخفف منه وتركيزه واحد مولر وحجمه اتنين من عشرة لتر. يبقى احنا هنعمل ليه نقول ام واحد ام واحد في في واحد او ام واحد ده هي دي ام واحد في في واحد بتساوي ام اتنين تمام? في في اتنين اللي هو الحجم المطلوب ده هو يبقى في الحالة ده هي ان اعمل كده يبقى يطلع عندي ميت ايه? ميت ملي. بعد كده يقول لي عدد مولات المزاب في واحد كيلو جرام من المزيب يبقى دي اتعريف المولالية. يبقى تعريف المولالية عدد مولات المزاب في واحد كيلو جرام من المزيب. اللي احسب مولالية محلول يحتوي عشرة مولات دائبة في واحد كيلو جرام. نسا احنا بنقول يبقى عدد المولات على الكتلة يبقى عشرة على واحد يبقى عشرة على واحد فالعشرة السؤال اللي بعده بيقول لي الزوبان هو إيه الزوبان الزوبان هو إحاطة جسيمات المزاب بجسيمات المذيب والأي التالي لا يعد من طرق زيادة سرعة الزوبان من اللي حرك المحلول بزود سرعة الزوبان بزود درجة الحرارة بتزود سرعة الزوبان زود مساحة السطح بتزود سرعة الزوبان يبقى مين اللي ما بزودش سرعة الزوبان هو خفض درجة حرارة المزيب لما بخفض درجة حرارة المزيب هي دي لا تعد من طرق زيادة سرعة الزوبان بعد كي بقول لي دوابانية غاز 20 جرام عند ضغط 40 بسكال فمقيمة الضغط التي تصبح عندها الزوبانية الغاز 10 جرام لكل لتر يبقى أنا بعمل إيه؟ البيتنين هنشوفها تطلع بي 20 بسكال زوبانية غاز في سائل تزداد بزيادة زوبانية غاز في سائل بتزداد بزيادة ولا بنقص يبقى هنقول لهوا زوبانية غاز تزداد بانخفاض درجة الحرارة بيقعد كده بيقول لي ليس من الخواص الجامعة للمحليل من اللي مش من الخواص الجامعة للمحليل يبقى الكثافة التي ليست من الخواص الجامعة للمحليل تفعى درجة الغليان ضغط الاسموزي انخفاض درجة التجامعة كله ده هو من الخواص الجامعة للمحليل بيعرضه بيقول لي ليس من الخواص الجامعة للمحليل احنا عرفنا هو لي يبقى الضغط الجوي هو الذي ليس من الخواص الجامعة للمحليل بيقول تأثير الضغط البخاري الواحد مول ناسي أقل من تأثير الضغط البخاري ليه؟ يبقى أقل من كل مشهور يبقى إيه اللي بيحدد لي هنا أنا عندي هنا NACL واحد مول من آيونات الNA واحد مول من آيونات السيل هنا في كل الكي والسيل لنفس كلام واحد 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 هنا واحد واحد هنا واحد واحد الخلاف هنا يبقى لكل ما زاد عدد المولات الآيونات كل ما كان تأثير الضغط البخاري هيكون أكتر تمام يبقى عند إضافة مادة غير متطايرة إلى سائل نقي إيه اللي لا يحصل لها يبقى هنقول هوا نشوف إيه اللي لا يحصل لا يحصل إن ترتفع درجة الغليان ودرجة التجمد هتنخفض يبقى ترتفع يبقى ترتفع درجة الغليان وهتنخفض درجة درجة التجمد الضغط الإسموزي ناتج عن انتقال جزيئات الماء منين لفين هنقول من المحلول تمام المخفف إلى المحلول المركز يعني انتقال جزيئات الماء إلى المحلول المركز انتشار المذيب من المحلول الأقل تركيز للمحلول الأعلى تركيز ده هي اسمها الخاصية الاسموزية ونلتقي بكم في درس آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته